على الرغم من وطأة الخبر الذي فجع بالامس القريب قلوب الكثيرين وهو رحيل وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد فان الاحزان المرافقة له فتحت ملفا سعت بعض الجهات لان يكون منسية ما نقصده هنا هو المعتقلون من قادة وضباط مضى على احتجازهم سنوات طوال يقف الان في مقدمتهم صابر عبدالعزيز الدوري لمن نسي او تناسى صابر الدوري يجدر التذكير بان للرجل الذي تجاوز الان السبعين من العمر مواقف مشرفة يعرفها القاسي والداني اكسبته محبة واحترام العراقيين بمختلف توجهاتهم الدوري الذي تولى عدة مناصب عسكرية وادارية له مواقف يذكرها ابناء المحافظات وكربلاء على وجه الخصوص في ايام صعبة فهو صاحب الدور الاهم في منع تسفير المرجع الديني بشير النجفي وعددا من طلاب الحوزة العلمية الدينية وصاحب بصمة في انقاذ اعداد من العراقيين من الاعدام والعقوبات المشددة اضافة الى خدمات جليلة اخرى لم يبخل بها وفرضتها وطنيته المعروفة واخلاصه منقطع النظير اعداد كبيرة من شيوخ العشائر من مناطق مختلفة وشرائح من اهالي كربلاء رفعوا مناشدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلبوا من خلالها بان يفرج عن كربة صابر عبد العزيز الدوري وان يتم مراعاة شيخوخته ومرضه مناشدة الكاظمي بهذا الوقت بالذات حملت رسالة في ثناياها ادراكا لعطفه ومواقفه الانسانية وسعيه لاغاثة الملهوف ومعرفة من قبل المناشدين بحبه للخير وانصاف المظلومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة